إلى القدس العربي الشرطة الهندية تعتقل قياديا شابا في حزب مودي بعد تصريحات معادية للمسلمين السؤال هنا لماذا لا يتم اعتقال مودي بحذاته الذي أساء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولأم المؤمنين عائشة إذن تقول هنا القدس العربي قال مسؤولون إن شرطة في شمال الهند القتل قبض على زعيم شاب في الحزب القومي الهندوسي الحاكم لنشره تعليقات معادية للمسلمين على وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بعد تصريحات مسيئة أدلى بها مسؤول حزب آخر عن النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام مما أدى لاحتجاجات دبلوماسية وألقي القبض على هارشيت سيرفاستافا وهو زعيم شاب من حزب باهاريتيا جانتا الذي يتزعمه رئيس الوزراء نارين درامودي في مدينة كامبور في عقاب التوترات الطائفية الأسبوع الماضي خلال احتجاج للمسلمين للتنديد بالتعليقات المعادية للإسلام وقال براشانت وهو مسؤول كبير في الشرطة اعتقلنا السياسي المحلي لإدلائه بتصريحات تحرض ضد المسلمين مضيفا أنه تم احتجاز ما لا يقول عن خمسين شخص في أعقاب التوترات في كامبور ترجمة نانسي قنقر